يلا جمال عشان هنعمل الكرنابيت من غير ما يشرب ولا نقطة زيت قوة كماز زي نسلقه بدون ريحة نفازة بصي بقى يا ستي انت خدت بالك ان انا حطيت عيش مع الكرنابيت هقول لك السبب هنا الاول هاتي الكرنابيت ابدا يقطعيها بالشكل اللي شايفة كده يعني بس ما تقطعيش الظهر بتاعها لقطع صغيرة عشان ما يتهراش لما يجي تسلع مهم جدا تخسلي الكرنابيت كويس اوي كمان تنقعي في شوية ميا بخل بعد كده هاتي شوية ميا وهاتي فيها شوية ملح وكمان شوية من الكمون وقطع من العيش الناشف انسي اي ريحة نفازة للكرنابيت ده مش هتحسي اصلا ان انت النهاردة عامل الكرنابيت احنا عارفين الكرنابيت ريحته بتبقى ماليا البيت بالطريقة دي ما فيش اي ريحة للكرنابيت وهو بيت سلق حتطلعي بقى في مصفة وتعالي يلا بينا نعمل بقى الخلطة الرهيبة اللي هنقل بيها الكرنابيت ده من غير ما يشرب ولا نقطة زيت هتجيب الكرنابيت وتبدأي تقطعيه القطع صغيرة قوي بالشكل ده حتى العروق بتاعته قطعيها كمان بالشكل اللي انت شايفها ده هاتي شوية ميا على لبن وكمان رشا من الكمون ورشا من الكزبرة وشوية ملح وحنبدأ بقى نحط كمان تشكيلهم البهارات لو حابة تحطي زعتر حطي وانا حطيت هنا معلقة من معجون الطماطم على طماطمية مبشورة وكمان فصنتهم مهروسين مع ارنفلف الأغضر هتبدأي تحطي بقى كمان خضرة زي الشبت والبقدونس والكزبرة طبعا مهمة جدا الخضرة في الخلطة دي وهنبدأ نزود بقى هنا شوية دقيق طبعا بتحطي الخلطة حسب حجم الكرنابيت اللي انتش هتعمليها طبعا يفضل ان انتش تعملي حبة حبة يعني ما تقلهوش وتسبيه يبرده وبيبقى حلو لما بيتاكل صخت حطيت كمان معلقتين كبار من النشا طبعا حسب الكمية لو الكمية صغيرة يبقى تحطي معلقة صغيرة من النشا ومعلقة من البيكنج بودر طبعا النشا والبيكنج بودر انسي ما بيخلوش الكرنابيت يشروزيت ابدا كمان زودت بالطيل هتدربي بقى الخليط ده كويس جدا مبصي لهو سايب قوي ولا هو تقيل قوي يعني زي الكيك كده وكمان حطيت معلقة من الكركم هنا بقى هتجيبي الكرنابيت اللي احنا مقطعينه وتبدأي تنزلي بيه في الخلطة وبقى في الزيب غزير وهتبدأي تقلق الكرنابيت زي ما انت شايفها كبه بصي ويكون سخن الزيت يبقى سخن قوي علشان يطلع معاك مقرمش هيطلع معاك احلى من كنتاكل لما بتجي تطلعي الكرنابيت ده ما بتطلعوش على منادين المطبخ لا اطلعي في مصفا علشان يفضل ما قرمش معاك وما يطراش وبس كده يا سيتي بقى الفعنة